معاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلالة و جيتاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك يا وكبتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي عايزيني النهاردة نعيش مع كوكب يعني يملأ لبنا أمل بأن نحن نعيش أسعة حياة ويملأ لبنا أمل إن شاء الله لنحن يوم القيامة نعيش برضو أسعة حياة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عشان كده عايزيني النهاردة نركب سفينة الفضاء بسرعة وننطلق فورا على وجه السرعة إن شاء الله علشان نوصل لكوكب الأمل الله مفيش أجمل في الدنيا دي من إن الإنسان يعيش وعنده أمل عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى عندك أمل في بكرة إن شاء الله إن الوكرة أحسن من النهاردة وإن الدنيا كلها تبقى أيام جميلة وملاحظات سعيدة وإن أنت يوم القيامة لما تقضم على الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكرمك إن شاء الله يغفر زنوبك ويسطر عيوبك ويدخلك الجنة وينعمك ويكرمك بصحبة النبي في الجنة ويكرمك يوم القيامة بأن أنت تنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة تعالى أخوي وحبيبي على وجه السرعة أيضا تعالى عشان الوقت قصير تعالوا نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده كوكب الأمل حلو أول لفظ الأمل إن الإنسان يعيش وعنده أمل إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمني إن شاء الله ربنا هيتقبل من صيامي وعبتي وقيامي وقرآني وحجي وعمرتي وكل حاجة إن شاء الله وإن شاء الله ربنا هيجمعنا على حوض النبي ونشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وإن شاء الله ربنا هيكرمنا يوم اليامة ونكون في صحبة النبي والصحابة ونعود معهم ونقول لهم يا ما قعدنا نذكر الناس بالله ويا ما قعدنا نذكر ربنا ونعبد ربنا ويا ما تمنينا واشتهينا أن احنا نشوفكم في الجنة ودينا نلتقينا في الجنة أخوي وحبيبي كان أول قصر يقابلنا في كوكب الأمل قصر عبد الله ابن رواحة صحابيه الجديد إيه سبب القصر ده إيه اللي خلاه وصل لأنه يكون عنده أصر في كوكب الأمل الحية في يوم الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرسل سرية على مشارف مؤتة ليه سرية مؤتة وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القوات صلى الله عليه وسلم ده لتيجت أن السرية كانت مهمة جدا كان عدد قوات الجيش المسلم يا جماعة في الوقت ده كان ثلاث تلاف موحد وعدد قوات الجيش الكافر متين ألف كافر يا سبحانك يا ربي ما فيش نسبة ولا تناسب ثلاث تلاف موحد قدام متين ألف يعني مطحنة ربنا عافينا عافيكم طبعا لما المسلمين عارفوا أن عدد قوات الجيش الكافر متين ألف قالوا بس إحنا ده لقت قدام حاجة من ثلاثة يا إما نرجع وإحنا معزولين لأنه ده المتين ألف يا إما نقدم عليها وربنا يكرمنا بالشهادة إن شاء الله يا إما نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم نهو يبعتنا مدد من الجيش وإذا بعبد الله بن رواحة صاحب اليقين والثبات والثقة في الله صاحب الأمل في أن النصر جاي إن شاء الله وإن لا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يخذ العباد والمؤمنين وإذا به يقوم ويقول بلسان الحال والمقال أيها الناس والله إن الذي خرجتم والله إن الذي تكرهون لالذي خرجتم له تطلبون اللي أنتوا خايفين منه هو ده اللي أنتوا عايزينه ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحصنيين إما النصر وإما الشهادة عندي أمل إما إن ربنا هينصرنا وإما إن ربنا هيرزقنا الشهادة فسيروا على بركة الله فكان ذلك سببا في ثبات الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم وده كان أول قصر أبنى في كوكب الأمل أخوي وحبيبي ولذلك سبحان الله القوادي الثلاثة في سرية مؤتة الثلاثة تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخار عن ابن عمر أنه كان واقفا في المدينة وهم في مؤتة على بعد مئات الأميال والنبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب يعني قتل ثم أخذه جعفر بن أبي طالب فأصيب ثم أخذه عبد الله بن نواحة فأصيب يعني التلاتة تقتلوا خب بالك ثم أخذه سيف الله عز وجل وخالد بن وليد ففتح الله عز وجل على ديه والنبي وعيناه تزرفان الدموع بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا بسرعة برضو نشوف الأصر التاني اللي موجود في كوكب الأمل أصر سعد بن أبي وقاص الله سعد بن أبي وقاص خال النبي أي نعم خال النبي يا ترى سعد كان أصر عامل إزاي أصر جميل جدا طبعا أصر ماشي الله في كوكب الأمل حاجة تفرح حاجة تبعث الأمل إيه سبب القاصر ده إن سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أرسله عمر بن الخطاب لملاقات الفرس قبالك فلما راح ناجي عند نهر دجلة الفرس كان عندهم سفن كبيرة جدا فراحوا أول ما يعرفوا إن المسلمين جايين راحوا أخدين السفن وراحوا معدين النحية التانية وخلاص كده هم ما يعتبروا إيه في نظر أنفسهم لما خلاص ناجوا بقى من المسلمين وإذا بسعد بن أبي وقاص كان معذور والله لو رجع معذور أنا ما عنديش سفن وما نقدرش نعدى نعمل إيه فكان ممكن يرجع لكن لا شوف اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى وشوف الأمل اللي في قلبه إنه عنده أمل إنه يعد وينتصر بفضل الله سبحانه وتعالى ويغنمه كنوز كسرة وده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص قال الناس إني عزمته على أمر قالوا على أي شيء عزمته عزم الله لك على الرجل قال عزمته على أن أعبر نهر دجلة بالخيول طبعا يعني لو كان الكلام ده في زماننا كان أقوله طب يا سيدة سعد يعني مع ألف سلامة ربنا بار فيك يقينهم كمان قالوا له ونحن معك إن شاء الله الله أكبر الكل يطلع مع سعد بن أبي وقاص والكل ينزل بالخيول في نهر دجلة حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رأهم يزدجرد قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فكان ذلك سببا في هبوط عزيمة الفرس وكان ذلك سبب في نصر المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة القادسية وغانم المسلمون كنوزة كسرة بفضل الله سبحانه وتعالى وده كان القصر الثاني لسعد ابن أبي وقاص في كوكب الأمل تعالوا برضو في الصرع عشان يبقى عندنا أمل إن إن شاء الله يكون لنا أصر في الكوكب الجميل ده تعالوا نشوف القصر الثالث كان لمن كان لواحد يسمى عقبة بن نافع في ناس كتيرهم ما تعرفوش عقبة بن نافع عقبة بن نافع اللي راح يفتح مدينة القيروان عشان تخش في الإسلام عقبة بن نافع اللي وقف عند المحيط الأطلنطي ودخل وغص برجليه في المحيط وقال والله لو أعلم أرضا خلف المحيط هذا أو لو عبرت البحر حتى أبلغ لا إله إلا الله حتى يسلم الناس جميعا لدين الله سبحانه وتعالى أخوة وحبيبي عقبة بن نافع لما راح عند مدينة القيروان الناس قالوا له خب بالك أوعد حاول تخش المدينة دي المدينة دي تمليانة بالأسود والحيات والوحوش أوعد أرب فقال والله أبدا نحن خير جند الله وتلك الأشياء جند من جند الله وسوف يسخر الله لنا ذلك خب بالك عنده أمل أن ربنا يسخر له كل هذه الأشياء علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يخش بقى ويقاتل ويغنم ويدخلوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى فوقف عقبة بن نافع على صخرة العلية ونادى أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الوحوش إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلى أو لنرفع راية لا إله إلا الله فأفسح لنا الطريق خب بالك من حاجة كان ممكن يقول إن عباد الله هو لألئن أصحاب محمد بن عبد الله خب بالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصات الجن والإنس الله هو أكبر عشان كده أخوه وحبيبه أكبر بن نافع وقف وقال أيتها الوحوش أيتها الأسود أيتها الأفاع أيتها الحيات إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلى راية لا إله إلا الله فأفسحه لا للطريق يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود وشوف بقى المشهد الجميل الرائع الدين الكون ده كله ربنا سخروا من أجلك يا مسلم فخرجت الأسود وتحمل ولدانها وخرجت الحيات وتحمل ولدانها فأفسحوا الطريقة لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار ده أخب بن نافع كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب الأمل لكن كالعادة فوق الأسود دي كلها في قصر أجمل قصر وأحلى أسر وأبهى أسر في الكوكب ده وفي كل كوكب هو أسر مين؟ حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أسر النبي محمد النبي ليه أسر في كوكب الأمل؟ طبعا ده كل كوكب للنبي فيه مش أسر واحد أسر ومئة أسر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بث الأمل في قلوب الأمة كلها تعالى تأمل معايا كده حديث البخاري خباب ابتنقرد كان بيعذب عذاب شديد جدا كانت تعذب أمرأة اسمها أم أنمار الخزاعية كان التخلي العمال اللي عندها يجردوا من ملابس اللي فوق وينيموا على الفحم الفحم اللي والع قال فما كان يطفق الفحم إلا ودك وشحم ظهري كان الدهن اللي في ظهره كان يسيح على الفحم حتى إيه؟ حتى يطفق عيزا بالله في يوم من الأيام من شدة العذاب سيدنا خباب رحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب الحبيب محمد مع أنه بصراحة كان متوقع أن النبي ما يغضبش هو طلب حاجة غلط ده بيقول يا رسول الله ادعو الله لن ربنا ينصرنا لكن النبي غضبا ليه؟ لأنه عايز الصحابة يكونوا ثبتين يكون عندهم ثبات في المواقف يكون عندهم صبر على الابتلاء لأن هم دون اللي هيعلموا الأمة بعد كده فغضب النبي وقال إنه قد كان يؤتب الرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين قبالك ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظم ما يصده ذلك عن ديني لكن كده ممكن خباب رضي الله عنه ورده ممكن يأي أسباك يا صح كده؟ يعني سيدنا النبي عسلام بيقوله ده اللي كان قبلكم كانوا بتشقوا نصفين بالمنشار وكانوا بيمشطوا بأمشاط الحديد ما دون اللحم إلى العظم يعني معناها أنتم ما بتشوفوش حاجة لسه من الابتلاء عدى ممكن كده إيه أسلم النبي يدي له حتة الأمل بقى يقوله والذي نفسي بيدي لا يتمنى أنت زعلان يا سيدنا خباب أنت زعلان من الكلام يسمع بقى البشر الحلوة دي والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون الله عشان كده النبي بث الأمل في قلب خباب وفي قلب كل من يبتولي مثل خباب رضي الله عنه ورده إن أي إنسان بتعرض لبلاء يبشر إن شاء الله فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا ولن يغلب عصر يسرين بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف موقف تاني موقف تاني أني نبع السلام في عز المشكلة اللي حصلت في غازة أحد والهزيمة التي حدثت للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وقتل سبعين من خيرة الصحابة وإذا بالحبيب المصطفى عايز أقول لهم أنتوا فاكرين إن الدين دوت ممكن يخسر له حاجة أنتوا فاكرين إن الإسلام ممكن يعني عيازا بالله ينتهي لا 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 اتطمنه خالص يوم يلوم إيه كما عند أحمد بسند صحي يلوم لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حضرتك عارف طبعا إن الكرة الأرضية بتنقسم لقسمين نصيب أنهار ونصيب الليل أخي ببل حضرتك فالنبي بيقول لهم إن الكرة الأرضية كلها بالمنطقة اللي فيها الليل ومنطقة اللي فيها نهار كلها سيبلغها هذا الدين لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وابر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهل وذلا يذل الله عز وجل به الكفر أهلا تعالى لشي بقى موقف برضو غريب جدا وجميل جدا في منطقة روعة فاكر حضرتك لما النبي هاجر من مكة إلى المدينة ونيم سيدنا علي بن أبي طالب مكانه وتخفى النبي وخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يعني واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا في أقشى ينام فهم لا يفسرون ورح ماشك شوية طراب وقال شاهد الوجوه ورح المما في وشوش الناس دي وحطوا الطراب وقراص المعدة وخب بالك ومشي هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ووصلوا للغار وقعدوا ثلاثة يام وبعدين انطلقوا إلى المدينة المنورة وهم ماشيين كانت كراجة كانت صرفت مكافأة أو قالت في مكافأة مئة ناقة للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر حيا أو ميتا خب بالك كل واحد كان بيحلم مئة ناقة النهاردة تساوي إيه الناقة تساوي في زمان الحالي ده عربية شبح بل حضرتك تخيل حضرتك كده بيقولك دور على واحد ولو لقيته حيا أو ميتا ليك مئة عربية شبح خيال كل الناس هتقوم طبعا تدور وده اللي حصل بالفعل فكان الوحيد اللي وصل للمكان اللي فيه النبي وفعلا وصل لحد عنده مباشرة واحد اسمه سراقة ابن مالك سراقة أول ما وصله خلاص بينه وبين النبي حوالي مئة متر وقرب بقى انه يدخل على النبع السلام ويدربه بالسيف او يمسكه يقسره اي حاجة حدا ما يرجعه عشان ياخد الميت ناقة فجأة ساخت قوائم الفرس في الرمل قوائم الفرس رجلين الفرس بتاعته راحت غرزة في الرمل فهل ايه اللي بيحصل ده راح ما طلع القضاح اللي معاه واستقسم بالازلام كده هافعل ولا تفعل تخيل ان القضاح نفسه كان بقول له لا تفعل او اعتقرب له وقبالك ورغم زك يقول لأ لا لا اكيد الالهة بتخرف المرض يروح داخل على النبي فكل ما يقرب يوم ايه الفرس برضو رجلية تغسف الارض مرة تانية فيوم مطلع القضاح افعل ولا تفعل يقول له لا تفعل وقبالك يقول برضو اكيد ده اله تايواني يوم داخل برضو وقبالك لحد ده ايه في المرة التالتة في المرة التالتة ساخت قوائم الفرس فالباس ده أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحمي هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بصراقة ابن مالك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم وقول له يا محمد أعطيني الأمان فيعطيه النبي الأمان ويأتي ويتكلم مع النبي خب بارك لما أعطاه الأمان المرة دي بقى لم يعني ما حصلش إن رجلين الفرس غسط في الرم لا الفرس مشي مشي عادي خالص لحد ما وصل صراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله قد علمت أنك نبي خلص كده أنا فعلا تقنت أنت نبي فأعطني عهد حتى ألقاك إذا جئت إلى مكة وإذا جئت مرة أخرى أو إذا لقيتك مرة تانية عشان يكون عهد بيني وبينك إن أنا لما أسلم يبقى أنت من الدين الأمان فداله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبو بكر يكتمل العهد وإذا بالحبيب المصطفى وهو مطارد في تلك الصحراء الشاسعة وهو الناس كلها عايزة بتدور عليه ونفسهم يقتلوه ونفسهم يعملو فيه وهو خرج أيضا وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولو لأن قوم يأخرجوني منك ما أخرجت فعز كل المهالك ديته فعز كل المقاس دي وإذا بالحبيب يفتسم ويقول للصراقة كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرة سواري كسرة فعز المقاس دي يعني تخيل حضرتك كده يعني أشبيه لك الموضوع إزاي قيل حضرتك فإز المقساة اللي كان فيها إخواننا وأحبابنا من أهل غزة تخيل حضرتك كده لما تلاقي واحد من أهل غزة وإنت راح بتسنم عليه وبيقول لك عارف إن شاء الله ربنا هيكرمنا قريب وهننتصر وهبقى جيب لك البدلة بتاعت بوش إنت أخي بالمدخال المنظر ده يا عم بوش إيه يا عم إحنا إنت شايف المقاس اللي إحنا فيها هي المسألة كده يقين وأمل في الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرة وتمر الأيام أخوي وحبيبي وسراقة في عهد عمر بن الخطب لما انتشرت الفتحات الإسلامية وسعد بن أبو قصب ما شاء الله فتح قصر المدائن ووا وجاءت كنوز كسرة وكم من ضمنها السواري كسرة فالعمر بن خطب تذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السراقة ابن مالك فقال ها أنا هو يا أمير المؤمن قال تعالى أما علمت أن النبي أو أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف بك يا صراقة إذا لبست سواري كسرة قال أجل يا أمير المؤمن قال خذ يا صراقة وعدين رحمة لبسه السواري كسرة وراجل أعرابي بسيط جدا فقير جدا ولبس سراقة سواري كسرة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف باب تاني من بواب الأمل اللي النبي فتحها فاكر حضرتك في صلح الحديبية أو في هدنة الحديبية كان من ضمن البنود الصعبة جدا التي أملية على النبي وأصحابي أنه إذا جاء رجل يريد أن يسلم فعلى المسلمين أن يردوه إلى المشركين وإذا جاء رجل مسلم يريد أن يرتد فعلى المشركين أن يقبلوه طبعا كان شرط مجحف جدا لدرجة أن عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الكلام ورح للنبي وقال ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألستنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واسمع للأمل الجميل الذي يبثه النبي في قلب أصحابي قال أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري فقال عمر أولست قد حدثتنا أننا نأتي البيت فنطوف به قال أحدث أو حدثك أنك تأتيه وتطوف به العام قال كلا قال فإنك آتيه ومطوف به الله أكبر شوف الأمل قد إيه بيفتح أبواب الأمل صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف آخر حتة بقى جميلة وكانت مؤسرة جدا أخوي وحبيبي اللي حصل إن كفار كوريش اتفقوا مع غطفان ومع بعض اليهود إنهم ما يخزوا المدينة قالوا بس إن إحنا نعمل بقى حملة لا تبطي ولا تظر نستقصل بها شقفة الإسلام والمسلمين مش هنخلي حد عايش كم واحد يا جماعة عشر تلاف واحد المدينة المنورة المدينة المنورة محصنة تلقائيا طبيعيا بالحرى على اليمين والحرى على الشمال فيه هنا الجبال وهنا الجبال فبالتالي ما فيش حد يقدر يوصل من يمين ولا من الشمال يعني من الشرق ولا من الغرب وبعدين المكان الوحيد المفتوح هو الشمال والجنوب الشرقي الجنوب الشرقي كان فيه معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني كورايف ذا إن هم إحنا عاملين معاهدة تحالف ضد أي واحد ياخذوا المدينة إما إن إحنا نقاتل مع بعض وإما إن انتوا تخلوا بيننا وبين هؤلاء حتى نقاتلهم ولا تؤازلوهم ما تسندوش حد ولا تشتغلوا ضدنا قد تبقى لك لكن اليهود هم اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بالك وجاء الشمالية أن نبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وحفروا بها الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه ورده أصبحت المدينة محصنة من الشمال بالخندق ومن اليمين والشمال أو من الشرق والغرب محصنة بالجبال ومن الجنوب يعني كان الأبواب مقفولة بتاعت اليهود بني كورايف لكنهم خانوا العهد خب بالك يقدروا بلنا سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي سبحانه وتعالى يعني صفح حساباته مع يهود بني كورايف لكن الشاهد أن النبي وهم بيحفروا الخندق شارك النبي في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى يا مثلا ألا بد الأوامر كله يحفر وأبدا نزل النبي سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونزل وحفر بنفسه لدرجة أن فيه كدية فيه صخرة كبيرة كده وقفت قدامهم ما حدش قادر أنه هو يوقعها أبدا والصخرة دي كانت ممكن تعمل مشكلة إيه المشكلة؟ أن الصحابة وهم بيحفروا خد بالك حفر خندق كله فضلة الحتة دي الحتة دي ممكن الجيش الكفار يخش منها ويأخذوا المدينة فلابد من حفر الصخرة دي فقالوا للرسول يا رسول الله هناك صخرة لا تعمل فيها المعاول فقال إن شاء الله يعني نزل وسمى باسم الله سبحانه وتعالى ومسك المعاول وإذا بالحبيب المصطفى في عزم هم ربطين على بطنهم حجر من الجوع بقالهم ثلاثة أيام إخواني وأحبابي ما كلوش لقمة واحدة لدرجة إن جابر بن عبد الله تعلمون القصة كما عند البخاري لما عزم النبي والصحابة وأكلوا في بيت جابر من صحفة واحدة والألف واحد كله وشبع بفضلاء وفاض الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حصل إن النبي رح نازل وماسك المعاول ونازل الخندق صلى الله عليه وسلم ورح ضارب أول ضربة وقال الله أكبر أعطيتم مفاتيح فارس نعم يا رسول الله واحد حتى من المنافقون بيقول له بيقول له يعني إحنا إننا لا نجل حتى إلى أن نذهب لنقضي حاجتنا والنبي يقول أعطيتم مفاتيح فارس مش سأعطى لا أعطيت خلاص فقال كيف ذلك يا رسول الله كيف ذلك فإذا بالحبيب المصطفى يتسم واضرب الضربة تانيا يقول الله أكبر أعطيتم مفاتيح الشام في مصر يقول بلحق من خريطة أدي فارس ودي الشام وراح ضارب الضربة التالت أضع الصخرة تماما وقال الله أكبر أعطيتم مفاتيح اليمن الله أكبر مسلس الجزيرة كله أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر أعطيتم مفاتيح فارس الله أكبر أعطيتم مفاتيح الشام الله أكبر أعطيتم مفاتيح اليمن كان يملأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمل صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيب بعدما ذكرنا أصور الأمل اللي موجودة في كوكب الأمل يا طرى الأمل تجدد في عمرك إنك إن شاء الله لبنا هكلمك يا طرى نوة ابن لنفسك أصر في كوكب الأمل أخويا وحبيب تعالى نشوف إيه المشاكل اللي مدى الناس وتعالى نبث الأمل في قروب الناس اللي داء على الرزق هل لك على يقين من إن ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها فاتقوا الله وإيه فاتقوا الله وأجمله في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى طيب المريض يرفع شعار وإذا مردته فهو يشفين الفرج قريب خلى عندك أمل في الله سبحانه وتعالى وقد يكون المرض هو عين الأمل إزاي تكفير سيئات ورفع الدرجات اسمع لسيد ولد آدم هو يقول إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضى حتى يبلغه إياها سبحانه وتعالى ولا تدري من أين يأتيك الشفاء قد يأتي الشفاء من شربة ماء قد يأتي الشفاء من رقية بالفاتحة قد يأتي الشفاء بإذن الله من دعاء في جوف الليل وهكذا واللي نفسه ينجح حدد هدفك وانطارك نحو الهدف وأكيد ربنا هيكرمك ويعلق قدرك إن شاء الله ولا تلتفت إلى المثبتين اعمل نفسك كأنك داخل سباق مئة متر لا تلتفت لا يمين ولا شبال وانطارك نحو الهدف وربنا هيكرمك إن شاء الله اللي عايز يتجوز أنا بفتح لك كل المشاكل اللي ممكن تقابل الناس وبفتح لك معها باب الأمل اللي عايز يتجوز خد بالأسباب الدعاء وبعدين البحث عن عمل والتالت البحث عن زوجة من أسرة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى وضاقت بك الدنيا ولم تتزوج خلاص يبقى ربنا هيكرمك إن شاء الله بالحور العين على قليل هناك مش هتدخلع أخبار حضرتك يعني إن شاء الله ربنا هيكرمك إن شاء الله بزوجة صالحة الشيء الجميل إن الإنسان لما بياخد بالأسباب لازم كمان يكون عنده تقوى من يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب الزوجة رزق أخوي وحبيبه وربنا هيرزقك بفضل الله بزوجة طيبة كلما كنت في زيادة في الإيمان كلما ربنا يرزقك بوحدة تكون على قدر إيمانك وتقوىك لله سبحانه وتعالى اللي نفسه يخلف وبيقول نفسي بقال سنين مستنى طفل صغير يملى علي حياتي خد بالأسباب أخوي وحبيبه خلي عندك أمل في الله كتر من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة عليك بدعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين خد بالأسباب وادعو واسجد لله سبحانه وتعالى وغد بأسباب الطبية ولا مانع من ذلك ففضل الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو لكم جميعا كل من الحرم من الظرورية أسأل الله عز وجل أن يرزقها بالذرورية الصالحة اللي عنده ابتلاء تذكر قول المولى عز وجل فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا ولن يغلب عصر يسرين قال جل وعلا سيجعل الله بعد عصر يسرا والسين تبعث الأمل في قلب الإنسان مهما وجهك من آلام ومن آمال من آلام ومن أحزان ومن هوم ومن غوم ومن كرب المولى عز وجل هو القادر على أن يفرج همك بفضل الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطئك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بفضل الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي اللي مات أحبابه واللي فقط أحبابه خل عندك أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ولما تحتسبهم يكونوا سبب في دخولك الجنة من أبواب الجنة الثمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل اللي مات ابنه فقال النبي أكنت تحب أن تمتع به عمرك كل أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل أتمنى أن ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية قال فذلك لك فقال واحد من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أملك لنا قال بل لكلكم الله أكبر شيء جميل جدا يكون عندك أمل أن ربنا يجمعك مع حبيبك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تظلم تذكر قول المولى عز وجل أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه تذكر إن شاء الله أن أنت حتى لو ربنا سبحانه وتعالى أجل يعني القصاص لك أن يجيب لك حقك في الدنيا أكيد هجيب لك في الأخيرة أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحب صيام وصلاة وحج وزكاة ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل أمان هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته هتأخذ من حسناته لظلمك ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ترحت عليه ثم ترح في النار أخوي وحبيبي أكيد ربنها عوضق في الجنة إن شاء الله هتسمع أربع نداءات يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا لو كنت من أدنى أهل الجنة إن شاء الله ربنا يكلمك أد ملك ملك من ملوك الدنيا بخمسين مرة بفضل الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله تنسى كل الشقاء وكل بلاء مع أول غمسة في الجنة كما أخبر النبي محمد خل عندك أمل في الله خل عندك أمل في الله خل عندك أمل في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عن نبينا محمد وعلى أبيه وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمانك ضيعه فيه المعاني لو تحبتش